اشتركوا في القناة لها كالعادة ونتكلم عنها بكل وضوح وموضعية بالتالي تابعونا في كل فقرات الحلقة النهاردة لأنها فعلا حلقة مهمة. كمان بننتظر دايما تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة. والسؤال بيتعلق بمنتخبنا الوطني الأول اللي بنتمنى له كل توفيق في مباراة الغد أمام غينيا في مستهل مشوارة الصياط الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بإذن الله تعالى عشرين تلاتة وعشرين فبالتالي رأيي حضراتكم ايه التشكيل الأفضل للمنتخب في مماراة غينيا غدا تفاعلوا معنا من خلال الصفحات المختلفة للقناة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وحنأخذ تفاعل حضراتكم كالعادة في الجزء الأخير من الحلقة لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشاهد في تريند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد للمنافسات المحلية بالتوفيق إن شاء الله وفي تريند المحلي المنتخب يختتم تدريباته الليلة لمباراة غينيا إن شاء الله تكون بداية جيدة وفي تريند العلامي اليويف يعتذر عن أحداث نهائي دوري الأبطال طيب النهاردة في مجموعة من المباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس النوم الأفريقية بإذن الله تعالى مباريات كلها مهمة وهي يعني مباراة تتعالج بالجولة الأولى كلها فنبتدي بأول مباراة اللي تلعبت وخلصت خلاص ما بين ناميبيا وبروندي خلصت بالتعادل الإجابي واحد واحد فين في ناميبيا هناك في ملعبهم المباراة التانية ما بين نايجر وتنزانيا مباراة تبتدي الساعة ستة في نفس التوقيت مباراة جنبيا مع جنوب السودان والساعة 9 السنغال مع بينين مرة تانية مع السودان والجزائر مع أغندا أيضا في نفس التوقيت ومالي الساعة 9 كمان مع الكونغو أما الساعة 10 مساء هتكون مباراة جمهورية الكونغو مع الجابون بكرة طبعا مباراة منتخبنا إن شاء الله مع غنيا نتمنى لهم يا رب كل التوفيق تبقى انطلاقة جيدة للمنتخب في مشوار التصفيات وكمان تكون انطلاقة مميزة للكابتن إهاب جلال قضيتين مهمين قوي هنتكلم فيهم بتفاصيل كتيرة وبوضوح زي ما حضراتكم متعودين مننا فاستنونا بعد الفاصل يلا بنا أهلا بحضراتكم من جديد طيب أنا النهاردة عندي قضيتين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم ولازم نسأل فيهم بعض التساؤلات ومحتاجين إجابة بصراحة سواء من مين بقى سواء من الاتحاد المصري لقرص للقدم ها أو من وزارة الشباب والرياضة المحترم لأن في حاجات حصلت قبل كده إحنا عايزين نتفادى تكرارها عايزين نتفادى تكرارها فعشان تتفادى تكرار ما حدث قبل ذلك من سلبيات فلازم حضرتك تعالج سواء بقى مسؤولين في الاتحاد المصري لقرص القدم أو وزارة الشباب والرياضة المتمثلة طبعا في الوزير المحترم الدكتور أشرف صح فخلينا نبتدي باتحاد الكور لأن في الحقيقة إحنا اعتدنا على مدار سنوات عدم الشفافية من الاتحاد المصري لقرص القدم إزاي حضرتك؟ في إخفاء بعض الخطابات والجوابات الكثيرة جدا جدا بدون إبداء أي أسباب يعني أنا جالي خطاب كالتحاد مصري بشيله وحطه في الدرج السبب إيه؟ ما فيه سبب يا جماعة هو أنا كده أنا طريقتي كان أنا حر لا الكلام ده ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش والأمثلة كتير وآخر مثال هو جواب اللي جاي من الاتحاد الأفريكي لقرص القدم بخصوص في حالة الاتحاد المصري لو عايز ينظم نهائي دورة أبطال أفريكيا فليها تفضل الجواب ده فين؟ ما حدش عارف لحد دلوقتي اختفى فص ملح وداب فدي حاجة غريبة هتقول لي ما احنا برضو تكلمنا على فساد الاتحاد الأفريكي وكلمنا على فوز الاججع وكلمنا على كل اللي حصل آه ما هو دي حاجات مسلم بها فعلا حصلت وفعلا فيه توجه وكل الكلام ده احنا مش مختلفين عليه إطلاقا خالص يعني لكن برضو عندنا سلبيات هنا في مصر من تحديد اتحاد الكرة يعني أنا بتكلم ككورة دلوقتي اتحاد المصري لكرة القدم لا فيه سلبيات فيه عدم شفافية لما تجيلك جوابات زي دي وتخفيها فهنا لازم نسأل حضرتك بتشتغل صالح مين حضرتك هدفك ايه من اخفاء الجوابات دي يا إما حضرتك مش مركز في شغلك يا إما حضرتك ما تستحقش المكان اللي انت موجود فيه يا جماعة المفروض الناس بتشتغل في تحديد المصري لكرة القدم متطوعة بدون اي اجر مش معنى كده انك ما تشتغلش انت اللي اخترت فطبع انت موجود فلازم تشتغل صح الا اذا بقى انت بتحاول احتواء اي ازمة على غرار احتواء الكابتن محمد عادل في مباراة الكم وده احنا مش حنقبله وامر غير مقبول بالمرة ولن يتكرر ولن يتم السكوت عليه خالص فدي جزئية مهمة جدا 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 من ضمن كمان الحاجات انبارح تلع خبر وتم نفيه من الاتحاد المصري النهاردة انبارح مش فاكر موقع ايه اللي كتب يعني خبر انتشر كده قالك اتناشر موظف تم فصلهم من الاتحاد المصري لكورت القدم بسبب اخفاء تمام خطاب الاتحاد الافريكي بخصوص نهائي دوري ابطال افريكي طبعا انا اول يعني انا واحد من الناس اول ما قرأت الخبر ده قلت اي كلام يعني ده مش حقيقي خالص خالص لان عمرك ما هتفصل اتناشر موظف والاتناشر هم اللي حيبقوا مسؤولين عن اخفاء الجواب لا هم اللي همش دعم اللي حيخفي جواب زي ده حيكون مسؤول واحد شخصية بارزة في الاتحاد المصري لكورت القدم مش اي حد مش اي موظف خالص الموظفين ما همش دعم ما تحاولش حضرتك تهديني باخبار زي دي ما تحاولش حرارك تسكتني باخبار انا مش معلش يعني احترم زكائي ما تحاولش تطلع كبش فدى في الموظفين الموظفين ما همش دعم لا هو في مسؤول بارز في الاتحاد المصري لكورت القدم هو اللي تسبب في اخفاء هذا الجواب فاحنا بنطالب التحقيق وبنطالب نتائج هذا التحقيق لازم تظهر وتطلع للناس كده للعلن لان حقنا مش كأهلوية ولا كأي حد لا حق كل المتابعين للرياضة وحق كل الشعب المصري المتابع للقضايا اللي زي دي انه يعرف نتائج التحقيق ده ابسط حقوق الشعب المصري يعني وجمهير المصرية مفيش اي حد يختلف على كده تمام فبالتالي احنا مستنين التحرك بالتالي ايضا امبرح كان فيه تصريح لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير شباب الرياضة وتصريح انتشر بشكل كبير جدا قال ايه قال ان احنا هنخطب الاتحاد المصري لكرة القدم لمعرفة حقيقة اخفاء خطاب الاتحاد الافريكي كاف بشأن تنظيم نهائي دوري ابطال الافريكي سيتم ارسال لجنة من وزارة الشباب الرياضة لاتحاد الكرة لتفقد جميع الخطابات الواردة من الكاف خبر زي ده او تصريح زي ده انا متفائل بي جد هتقول لي يا عم اصل ومش اصل هقول لك والله العظيم يعني انا بحاول بقدر المستطاع اوصل للحقيقة واوصل لمعلومة تواصلت مع اكتر من حد داخل وزارة الشباب الرياضة على مدار الايام اللي فاتت يا جماعة هل انتوا في الوزارة تعرفوا ان فيه خطاب جه من الاتحاد المصري لكرة القدم من الكاف وبالتالي الاتحاد ارسلوا للوزارة والوزارة خبيطة قالوا لي والله العظيم ما حصل والوزارة لا تعلم اي شيء بخصوص هذا الخطاب تقول لهم يا جماعة امال ايه طب والحل ايه يعني هل لازم يبقى فيه تحرك افتجاه اتحاد الكرة نشوف مين السبب مين المتسبب في كده فبناءنا عليه الدكتور اشرف صبح قال التصريح ده وانا واثق انه هيكون فيه نتايج باذن للتحقيق ده او للجنة اللي حتروح تشوف ايه اللي حصل وده دور وزارة الشهور رياضة في الحقيقة فانا هو بناشد الدكتور اشرف صبحي تاني يا معالي الوزير بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك حقق في الموضوع ده واحنا عندنا يعني سوكة كبيرة جدا في معاليك وعندنا سوكة كبيرة جدا في حرصك الشديد على مصلحة كل الاندية المصرية فبعد اذن حضرتك ما تسيبش الموضوع ده يمر مرور الكرام لصالح مين لصالح الاندية المصرية مش لصالح حد ربما الاتحادة لمصر الكورد القدم يكون بعض الاشخاص فيه بيعملوا لصالح حد بعينه ربما احنا ما بتاهمش حد احنا بقول ربما بنتساءل كمان او بنستنتج او بنتوقع فاحنا عايزين نشوف ايه نتايج التحقيق ده بالمناسبة كمان انبار احتلع قرار مين من الاتحاد الافريكي لكورة القدم بيعلم من خلاله ان يا جماعة هيتم منع اي نادي اي نادي عليه قضايا او احكام نهائية من المشاركة في البطولات الافريكية اهو لجنة الترخيص في الكاف اتخذ القرارا بمنع اي نادي عليه قضايا او احكام نهائية من المشاركة في بطولات الاندية الموسم المقبل القرار ينطبق على اي نادي تعرض لحكم نهائي من الاتحاد الدولي او المحكم الرئيسية قبل نهاية عام عشرين واحد وعشرين ولم يسوى الحكم حتى نهاية مارس يعني حضراتكم الكلام واضحة هو مش محتاج ان احنا نفسره فأي حد بما فيهم يا جماعة النادي الاهلي او لو النادي الاهلي عليه اي احكام يا جماعة وفيه اي خطابات من الاتحاد الافريكي بخصوص اي نادي ها وفيه اي قضايا من الاتحاد الدولي منتاخد فيها احكام نهائية بعد اذن حضراتكم اطلع اقولوا اشتغلوا مع الناس بالشفافية تعاملوا مع الجمهور المصري بالشفافية مع الاندية المصرية بالشفافية وهنا الرسالة موجهة الاتحاد المصر الكورت القدم والقائمين على الاتحاد والمسؤولين داخل الاتحاد المصر الكورت القدم ما تخبيش ما تخافش ما تخافش لأنت بتطبق لوائح وقوانين وبتطبق أحكام فطرع ما حضرتك بتطبق أحكام إذن هتخاف من إيه ما فيش أي حاجة تخوف وأنا أعي كلامي تماما فبالتالي وأنا هنا مش ركلم عندي بعيني أنا هو بتكلم في حالة في حالة تاني في حالة تواجد أي أحكام قضائية نهائية على أي نادي مصري تمام خلال الفترة اللي فاتت بالتالي لازم الاتحاد المصري يزر هذه الخطابات ما يخبهاش زي ما حصل في البطولة اللي فاتت بتاعة دور أبطال أفريقيا وزي ما حصل من بعض المسؤولين السابقين داخل الاتحاد المصري الكورت القدم بنتفاجئ بخطابات عد عليها سنين وأشهر ومش عارف ده لصالح مين إيه الهدف من كده ليه الاتحاد بيشتغل بالأسلوب ده فإحنا هنا حنتابع القضية وحنتابع الموقف وأنا بقول لحضراتكم تاني هو أي نادي بما فيه من نادي الأهل أنا طبعا وصدق في النادي الأهل إن الأهل أصلا سيستمه ماشي لوحده الأهل أصلا عارف بيعمل إيه الأهل ما بيروحش يصفع فلوس قد كده وممكن يكون عليه فلوس أصلا قد كده مش ده الأهل أتمنى أن كل الأندية تكون على غرار النادي الأهل إحنا بنتمناش أي ضرر لأي نادي مصر خالص بس إحنا عادينا نمشي صح لأن بناءا عليه بناءا عليه قد تتغير خريطة الأندية المشاركة في دوري الأبطال ودوري أو بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل بالتالي ده أمر مهم وقد لا تتغير إحنا ملناش علاقة إحنا بنتكلم في وقائع وفي أمور عايزينها تتنفذ وقانون ينفذ بس إحنا مش عايزين حاجة تانية والأهم من كل ده الشفافية إن الناس ما تخبيش الجوابات في الدرج إحنا للأسف تعودنا على الكلام ده شفنا الكلام ده في موضوع نهائي دوري الأبطال وشفنا الكلام ده السنة اللي فاتت في بعض الأحكام اللي على بعض الأندية وشفنا واضح إن الكلام ده مستمر فأنا هنا برضو بطالب معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب الرياضة بعد إذن حضرتك يا دكتور رائب الوضع ده رائب الوضع ده شوف الاتحاد بيتصرف إزاي وبيتحرك إزاي وبيشتغل لصالح مين مش بتهم والله قد نكون إحنا مش واخدين بالنا ممكن نكون إحنا غلط في الآخر يا سيدي مفيش مشكلة بس تشتغلوا بشفافية اعللوا للناس كل حاجة في وقتها بالجوابات بالخطابات بكل حاجة أي حاجة جديدة من اتحاد الأفريق لو قالك يا جماعة النادي اللي عليه مثلا حكم كذا ما ينفعش يشارك ما تحاولش الداري لأن بالمناسبة اتحاد المصري لكورة القدم غرمة عشرة آلاف دولار السنة اللي فاتت ليه ليه عشان حصل حاجة شبه اللي بتحصل دلوقتي كان فيه ناديين عليهم غرمات أو عليهم أحكام قضائية نهائية وكان بناء على هذه الأحكام لا يطبق عليهم المشاركة في دور الأبطال والكونفدرالية يعني ما استوفوش شروط المشاركة عشان برضو أبقى دقيق معكم في ايه في المصطلحات ما استوفوش شروط المشاركة فبالتالي الاتحاد حمل إيه ساعتها دارة خبي خبي بسرعة شيل في الإدراج يلا خبي من اللي تغرم في الآخر الاتحاد الأفريكي غرم الاتحاد المصري لكورة القدم كل واحد عن كل نادي شارك يعني خمسة آلاف دولار خمسة آلاف دولار عشان انتو يا جماعة كالتحاد الأفريكي هو بقوللكو أسف mogą التحاد الأفريكي مش عدي القوي بس يلا العشان هذا التحاد الأفريكي بقولكو إيه انا قلتلك يا جماعة الفريتون دل ما يفعش يشاركو وأنتو كبيتو الموضوع فحتطف على ده خمس تلاف دولار غرام عليه كالتحاد misleading عشان تخبيت وعلي ده كمان خمس تلاف دولار غرام ليك كالتحاد مصري عشان تخبيت cz€ عدم شفافية مبالغ فيها مين اللي حيحاسب مين اللي حيتسئل على الفلوس دي نتمنى أن يكون في محاسبة بوضوحة هو لازم يكون فيه قرارات فتالت مرة أنا بقول للدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب الرياضة بعد إذن حضرتك يا دكتور وكلنا ثقة فيك كبيرة ما تتركش هذه الملفات دون أي تحقيق وده دور حضرتك يا دكتور ونواصق في الدكتور أشرف صبحي ثقة كبيرة جدا في بعض الأحيان بيتزلم في بعض الأحيان لكن في نفس الوقت أكيد حيكون فيه تحرك من خلاله أول تحرك التصريح اللي إحنا يعني اسمعناه كلنا مبرحة وشوفناه وكان منتشر جدا هو تصريح إيه إنه هو حيخطب الاتحاد المصري لكرة القدر معرفة حقيقة خفاء خطاب نهاي دور الأبطال الأفريقية المتاع التنظيم وإنه حيبعت لجنة تشوف إيه الحكاية فالأهم بقى دكتور بعد إذن عارتك يعني إن إحنا عايزين النتائج إحنا عايزين النتائج وإحنا بنصد كل السقة كل السقة في وزارة الشاب ورياض وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب ورياض رجل دولة ورجل بمسؤولية كبيرة جدا فهننتظر منه وده واجبنا أو يعني ده حققنا عليه إن إحنا نعرف النتائج إحنا مش كبرنامج ولا كأمير ولا كأي قناة تانية ولا كأي نادي تاني لا كجماهير للكرة مصرية عايزين نعرف النتائج بس فهننتظر الجزئية دي وعن تابع الملف ونشوف الأمور هتبقى إيه لأن بصراحة الأخبار اللي زي دي والحاجات اللي بتعدي زي دي وبتستخبها زي دي مش مقبول خالص تكرارها ومش هيتسكت على تكرارها بس كده والله العظيم ما بستهدف الحديث عن أي نادي خالص والله العظيم وأنا هنا ما بتكلم على حد بشكل علني بقول يا جماعة كذا بس أنا بقول عن ماتت بقى ممكن النادي الناس كلها بتتكلم عنه ممكن يكون يا جماعة احنا ظلمينه فهيقدم الورق اللي يثبت أنه مش مظلوم لو مظلوم خلاص مش مظلوم يطبق عليه القواني بس بما فيهم الأهلي أنا بقول لها حركة تانية هو بما فيهم الأهلي أي حد عنده أخطاء أي حد عليه قضايا وأحكام هائية لازم تنفذ عليه ولازم تطبق عليه لان دي أحكام مفقاش أي حاجة ده ملف أو دي قضية التدينة بيها الأقضية التانية تعال بقى نتكلم على الأهلي شوي من ساعة ما الأهلي يوم اللي اتنين بالليل خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا حضرتك وانت بتتفرج علي كده عارف كم اسم اتقال أنه سيجي مكان مسماني وكام لعيب ماشي وكام لعيب الأهلي يتعاقد معاه وقرارات الكابتن محمود الخطيئ واجتماعات مجلس الإدار وحاجات كلها ليس لها أي أساس من صحة مع كامل على الاحترام وتقدير لكل مجتهد في هذه المهنة لأنه هو ده أصل الشغلان أنك تكتاد وتسعى المعلومات بس في البعض يا جماعة بيستنتج معلومات بيستنتج معلومات وبيستنتج وبيتوقع أحداث والكلام ده غير حقيقي ولو أي حد عايز يستنتج ويتوقع ما يقدرش يتوقع الأهلي مش هتعرف ليه بل بالعكس كمان ده الأهلي سهل جدا تتوقعه بالمناسبة يعني لأن الأهلي السيستوه معروف الأهلي عمره ما بياخد أي قرارات انفعالية الأهلي عمره مش مجلس إدارة خفيف اللي موجود دلوقتي أو حتى كل مجالس إدارات النادي الأهلي على مدار التاريخ مجالس إدارات النادي الأهلي على مدار التاريخ بتعمل تبقى لسيستم محدد السيستم ده ما بيتلحبش فيه المسؤولين داخل النادي الأهلي مش مسؤولين اللي هما إيه كلمة توديهم وكلمة تجيبهم أو فلان تكلم أو مثلا أراء جماهير مع كامل الاحترام والتقدير لها إيه ده الجمهور بيتكلم في كذا فنعمل كذا لا بيدرسوا بيهدوا طبعا بعد أي مبارات تخسر فيها خصوصا لما يكون نهاي دور عبطال أفريقيا بتبقى متعصب بين فيهم كلنا يعني لما مدقين جدا بس إدارة الأهلي بتتعامل إزاي بتهدى إحنا خسرنا خسرنا أسباب الخسارة إيه واحد اتنين ثلاثة الموقف هيبقى إيه حنتركب ونشوف المحاسبة بتبقى إمتى مع نهاية أي موسم ما بنحاسبش بالقطعة كأدارة تفكرهم يعني ما بيحاسبوش بالقطعة ما بيحاسبوش بالمطش لا مش الأهلي كده خالص لو الأهلي مشي بالشكل ده حيتأثر بشكل كبير جدا وأنا بقول لحضراتكم بشكل واضح وفي نفس الوقت كامل احترام والتقدير والحرية للقرارات الممكن ياخدها مجلس الإدارة عادي جدا وكلنا في ظهرهم ومنزندهم ومندعمهم هم قادرة مننا بكل شيء طيب مضيناهم ثقة فسيبهم يشتغلوا هي دي سياسة كمان أعضاء النادي الأهلي وجماهيره لكن في نفس الوقت الإلم وتعرف عليه داخل النادي الأهلي أنه ما فيش أي قرارات فعلية تعال بقى حضرتك كده نتكلم مع بعض قال لك إيه قال لك الأول فيلر قال المهندس خالد مرتجي صديق ريني فيلر تواصل معاه وقال له احنا هنجيبك مكان موسيماني والله العظيم كلام غير صحيح بالمرة ما حصلش خالص بتاتا اطلاقا كلام مضحك آدي فيلر تاني حاجة قال لك كيروش وكيروش أنا بقول لك ولا حييجي وكيروش جاي مكان موسيماني كيروش إيه اللي جاي مكان موسيماني هو موسيماني مشي أصلا عشان نجيب حد مكانه ولا كيروش ولا فيلر ولا أي اسم تاني حضرتكم تسمعوا وانا واسق في وعي جمهور النادي الأهلي ان هم عارفين كويس جدا كيف تدور الملفات داخل النادي الأهلي وبالتحديد ملفات كرة القادر والثقة الكبيرة في المسؤولين على الكرة داخل النادي الأهلي سواء شركة كرة سواء كابتل محمود الخطيب المشرف العام مع كورة رئيس النادي أو لجنة التخطيط السيقة دي بتجيب نتائجها وبنشوف الأهلي كان بيخسر ألقابة دقيقة ودلوقتي بيكسب ألقابة دقيقة رغم أنه خسر بطولة أو 2 أو 3 بس الأغلب بيكسب ودي كرة القادر عمر ما الأهلي أو أي نادي في الدنيا هيكسب كل البطولات على طول على طول على طول هيكسب كل المطشطة على طول على طول نلعب مع بنا أدمين زينا فكل الحاجات دي ما تصدقاش قالك بقى إيه من ضمن الحاجات المضحكة خلي بالك خلي بالك ده فيه غربالة حتحصل في فرقة غربالة ده فيه لعبة بص الفرقة حتتفور اسمع بس لأنه بقولك عليه فلان وفلان وفلان حيمشي قوله أهلي تعاقد مع كذا وكذا وكذا وخلص مع كذا وكذا 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 وكلام ده غير حقيقي خالص يا راجل دي وصلت تخير قالك الأهلي بيفكر يبيع علي معلول يا راجل اديني عقلك علي معلول اللي لسه متجدد له عقده الأهلي حيمشي الأهلي حيبيعه طب بقني منطق طب بقى جددت له عقده ليه دفعت الفلوس ليه وجددت العلي معلول عقده عشان أمشي أو عشان أبيعه مش منطق خالص ما كان عقده بيخلاص خلاص وبعدين جاي من أبرز اللعيب كان بقى مستوى كويس بيقل شوية بيطلع تاني فترات مش موفق فيها لكن علي معلول حتى في عز ما ممكن يكون مش موفق بيخلص لك متشاط علي معلول أفضل زي الأيسر في أفريقيا فإزاي بقني منطق بتقول لي أصل علي معلول ممكن يمشي أصل ديانج جاله عرض من مش عارف مين الأسباني ما فيش كلام ده خلص ولا فيه أي عرض الرسمي النادي الأهلي قد يكون هناك بعض العروض عن طريق الوكلة ده بيحصل لأي لعب مش في أليو ديانج بس ده عادي جدا دي حاجة دلوقتي ممكن إيه أسهل من أنك تمسك القلم ده تعمله كده أسهل من كده حتة الوكلة ويقول لك أنا أجيب لك عرض من فرام مفيش أسهل من كده خالص فبالتالي فيه ناس تنجر وراء الوكلة مع كامل الاحترام ليه تمام لكن الأهم الحاجات الرسمية المستوىلات الرسمية الورق الرسمي لعروض الرسمية هل في عروض جت لديانج رسمية مفيش لو جت حيبقى فيه دراسه ومصلحة النادي فوق كل شيء وبناء عليها هتاخد القرار قد تكون مصلحة النادي في مكاسب مادية رائع وقد تكون مصلحة النادي إن لو مكاسب المادية مش ممتازة أو مش مجرية يبقى اللعب يكمل لأنه العيب فنين عالي جدا فيش حد يختلف على كده فأي خبر حضراتكم هتسمعوه خلال الفترة الحالية خبر غير صحيح وخبر استنتاجي وغير مبني على أي معلومات حقيقية فخلي بالكم الأهل الدنيا فيه ماشه بشكل ممتاز ما فيش أي مشكلة خلاص هتقول لي يا عم انت قلت بتقوله ده احنا خسرين نهاي دوري أبطال أفريقيا يا سيدي على عيني وعراسي احنا خسرين فعلا نهاي دوري أبطال أفريقيا ومتدايقين كلنا بس هالمعنى إن احنا خسرين نهاي دوري أبطال أفريقيا هل ده منطقي؟ تعال حضرتك أديك أمثلة منشستر سيتي اللي جايب يا جوارديولا بقاله ست سنين مثلا ستة ولا سبعة سنين الهدف الأساسي من جوارديولا يروح منشستر سيتي إيه؟ ها مولاك منشستر سيتي بيقوله احنا عايزين تشامبيونزليج لحد الوقت منشستر سيتي كيزب تشامبيونزليج ماكسبتش هل حد تتكلم إن جوارديولا ماشي؟ لا تعال تاني يورجون كلوب وصل نهائي تشامبيونزليج كم مرة ثلاث مرات فاس كم مرة مرة واحدة هل سمعتوا إن ليفر بول ومولاك ليفر بول عايزين يمشي يورجون كلوب عشان نخسر نهائي تشامبيونزليج مرة يتم من ثلاثة لا احنا عندنا موسيماني تختلف تتطفق معاه معديش مشكلة عنده أخطاء عنده أخطاء عنده أخطاء لكن راجل من ثلاثة نهائي تشامبيونزليج كسب اثنين منهم نهائي اللي خسروا ده بظروف غير طبيعية وغير محايدة على الإطلاق على الإطلاق وكلنا عشناها هل من مصلحة الفرقة يا جماعة مع كامل الاحترام لكل الأراء اللي ممكن تختلف معايا على رسي من فوق هل من مصلحة الفرقة إن أنا بمجرد مخسرت مطش في ظروف زي دي بتوجه واضح من الاتحاد الأفريقي حتى لو إحنا كنا وحشين في الملعب بس كان في عدم حيادية تمام بكل الكلام ده إن أنا أروح مماشي الرجل يمشي نأ تاني هقولها لحرارك في عيز مالة سارتي خسران خمسة من سانداونز حاجة ما بتحصلش في الأهلي مجلس إدارة الأهلي الواعي قال لك الرجل يكمل الموسم كان نتيجة إنه كامل الموسم نحنا خدنا دوري صعبة قوي وبعد كده وجه له الشكر بعد ما قيم الوضع فالأمور هادية جدا ما تنجروش خلف أي خبر أو أي إشعات غير حقيقية بالمرة أو أي حاجة جماعة رسمية الأهلي حيقولها لحضراتكم في تدعمات للفرقة طبعا في تدعمات ده ما فيش نقاش تمام لكن مش ده وقت وإحنا يسا عندنا موسم طويل وعندهم نفسه قوي جدا مع فريق كبير قوي زي نادي الزمالك فريق كبير قوي زي بيراميز في الدوري وعايزين نرجع البطولة دي عندنا كاس مصر مرتين بطلتين ففي حاجات كتير جدا وفي تحديات كتير جدا لازم نكون هادين وفي ظهر في ظهر الفرقة فدي كلها أمور وقضايا مهمة جدا حبيت أن أتكلم فيها مع حضرتكم هروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع نتكلم في أمور أخرى وأيضا في ملفات مهمة تتعلق بالأهلي وتفاصيل أكتر فاستنون يلا بي أهدا بحضرتكم مرة تانية خليني أقول لكم خبر عاجل وهو يتعلق بنجمنا نجم النادي الأهلي محمد محمود اللي مدد تعاقده مع الفريق منذ لحظات بشكل رسمي إذن عقده يخلص بعد خمس سنين من دلوقتي هقول لحرارتكم الكواليس محمد محمود كان يتبقى في عقده موسم آخر غير الموسم الحالي فبالتالي جدد عقده مع النادي الأهلي لمدة أربع مواسم عشان يضافه للموسم المتبقي فإذن يتبقى في تعاقد محمد محمود مع النادي الأهلي خمسة مواسم يعني عقد المدة خمس سنين وده في الحقيقة خطوة أكثر من رائعة وممتازة بالتحديد فيما يتعلق بإيه يتعلق بالكلام الكتير على محمد محمود خلال الفترة اللي فاتت سواء بقى حصل مشكلة أو ما حصلش مع موسمان لكن في كل أحوال الأهلي عارف بيعمل أمير توفيق شغال ملفاته عارف الأهداف منها إيه توقيت العمل عليها إمتى الشكل يبقى ماشي إزاي المطلوب إيه فالرجل بصراحة يعني في الجزئية دي تحديدا شغال فيها بشكل كويس وبهدوء شديد لو بيميز النادي الأهلي يهدوءه ودي جزئية مهمة من دبن الحاجات المهمة في كواليس تمديد التعاقد لمحمد محمود نجم النادي الأهلي المنتظرين منه الكثير والكثير والفعية قال حظ وحش جدا إنه هو اتصاب أول ماجي يعني لعب مع الأهلي تقريبا شط ونص سألنا فاكر كويس يعني مطش بيراميدز الشط التاني نزل اللي خسرنا فيه وبعدين المطش التاني سموحها اتصاب في الشط الأول برباط صليبي يعني والإصابة جات له في الرجل التاني يعني للأسف الشديد كان غير محظوظ بالمر عمل محمد محمود الناس قالوا له في النادي يا محمد إحنا عايزين نمدد العقد قال لهم يا جماعة أنا تحت أمركم إيه شروطك يا محمد أو إيه هتتكلم في مديات قال لهم يا جماعة لا أنا مش هتكلم في أي مديات خالص وأنا هواقع على بيض تقديرا للمجهود الكبير الإدارة النادي والنادي عملوا معي على مدار سنتين كنت متصاب فيهم بشكل كبير والصبر والمتابعة الحالتي أول بأول وكلام من ده وده وجب النادي الأهلي لكن في نفس الوقت التقدير كان كبير جدا محمد محمود وده حاجة تستحق الإشادة يعني وسبب الجانب المالي تماما لإدارة النادي إذن يعني خبر جيد ونتمنى لمحمد محمود إن شاء الله بإذن لأنه يكون موفق خلال الفترة اللي جاية وهو أحد يعني اللعبين الأساسين في خطط ومستقبل النادي خلال ما هو قادم من تحديات وبطولات مختلفة أبل ألف مبروك لي وألف مبروك للنادي الأهلي وإن شاء الله موفقين طيب ده كان خبر مهم تعالوا بقى نشوف تريند الأهلي وإيه الأخبار يتقلت على الأهلي وإيه نعلق عليها فخلينا يبتدي بيه حساب في الجول واللي قال لماذا لم ينسحب الأهلي ودي جزئية مهمة قوي ومصدر من الأهلي يكشف لي في الجول الأضرار التي كانت سطلحك بالنادي لو تأخذ هذا القرار فأنا هقول لحضراتكم المصدر قال إيه لأن أنا يعني بنسبة كبيرة جدا أنا واصق في اللي تقال ده ومتأكد منه أول حاجة قال لك قرار الإنسحاب كان سيكلف الأهلي ضربة قاضية لشركة الكرة في بداية عهدها طبعا لأن الإنسحاب وما يليه من عقوبات سيسبب أزمات كبرى أضاف كمان المصدر إن الإنسحاب كان سيليه عقوبات فنية ممثلة في الحرمان من المشاركة في البطولة مع غرامات مالية كبيرة وكل ذلك سيؤدي لفقدان القيمة السوقية للشركة مع انهيار العلامة التجارية للأهلي بحكم أن تلك المشاكل المالية سيتبعها خسائر كبيرة على قطاع القرى بالشكل خاص والنادي ككل يعني الأهلي مش بيأخذ أي قرار كده وخلاص شواء لازم الأهلي ينسحب فينسحب ومننسى بقى اللي ممكن يتضرر من خلال النادي الأهلي لا طبعا عشان كده بقول له حاليكم بيجا فيه ضوء وترائز في اتخاذ القرارات ودي حاجة مهمة بيضيف تمان المصدر قال إذا في الوقت الحالي فإن المتعارف عليه في حالة النزاع هو اللجوء للقضاء وهو ما أقدم عليه الأهلي بتقديم دعوة في المحكمة الرياضية الدولية وأيضا الشكاوي العديدة التي تقدم بها الاتحادين الدولي والأفريكي الأهلي عمل كل اللي عليه في الملف ده وينتظر برضو نتائج وتحقيقات طيب ده خبر الخبر التاني خاص بكورة بلص وأحسنه على تويتر قال تعرف على اللعابين الذين سيفقدهم الأهلي أمام المصر بالسلوم في كأس مصر عند ربع عشر لاعب مش هيكونوا موجودين مع الأهلي في المطش ده محمد الشناوي ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم أيمن أشرف عمر السلية حمدي فتحي محمد مجدي أفشا بيرسي تاو علي معلول أليو دينج كل دول عشان هيشاركوا في منتخبات بلادهم إن شاء الله انتمنى لهم كل التوفيق لكن الأهلي غني بأبناء إن شاء الله يقدر يتخطى عقبة المصر بالسلوم تعالى نروح لليوم السابع وحسامهم على فيسبوك قال لك الأهلي يبدأ تجيز علي لطفي تحسبا لاستمرار رياب الشناوي بسبب كورونا وكده كده علي جاهز ما فيش أي مشكلة ومصطفى شوبر جاهز فالشناوي طبعا عنده كورونا يتمنى له رب الشفاء العاجل مش هيكون موجود مع المنتخب في المطش بتاع بكرة لكن إن شاء الله يعود سريعا وعلي لطفي جاهز بنسبة 100% لخوض اللقاء هو ومصطفى شوبر طيب المصر الرياضي أحسامهم على تويتر قال لك سامي أمصان يطلب فيديوهات المصر بالسلوم قبل مواجهة كاسم مصر وده في إطار الدراسة طبعا لهذا الفريق والوقوف عن قاتل قوة ضعف وكامل احترام لفريق المصر بالسلوم إن شاء الله الأهلي يقدر إنه هو يفوز فيه هذه المباراة ويتأهل بإذن الله هنروح لفاصل سريع بعدين نرجع ونكمل يلا بي أهلا بحركم مرة تانية خليني بس أخذ آخر خبر في ترند الأهلي وهو قال لك إيه ده من الوطن الرياضي حسابه على فيسبوك قال لك فيه خمس أجانب في ملف الصفاقات الأهلي أبرز من نجم نهائي أفريقيا دايما بيبقى فيه بعض الأخبار اللي هي إيه تحاول تشدك كده عشان تقرأ يعني لكن هنح أقرأ لكم الخبر ده وأقول لكم يعني الأمور تبقى ماشي إزاي قال لك لجنة تخطيط رشحت خمس أسماء من الكرى الصمراء وعرضوهم على موسيمانيا عشان يتم التعاقد معهم مين هم أو التعاقد مع أحدهم أو اثنين منهم أو تلاقيا كان بقى زهير المترجي لعب الوداد وصاحب هدفاي الوداد في الأهلي جون إيبوكا لعب إنبي المميز يحيى جبران لعب الوداد محمد علي بن ربضان لعب ترجي التونسي أحمد قندوزي لعب وفاق ستيف الجزائري هل الكلام ده حقيقي جماعة أو لا أنا هقول لحضراتكم الموقف بيبقى ماشي إزاي أول حاجة هل بيبقى في أسماء مرشحة طبعا بيبقى في أسماء مرشحة بيبقى في لست كده في بعض الأسماء اللي ممكن الأهلي يستفاد منها هل الأسماء دي منها أو موجودة مقدرش أقول لحضراتكم موجودة أو مش موجودة لأن اللي يعرف كده عضاء لم يستخطيط تنصيك مع الجهاز الفني وكابتين طبعا محمود الخطيف حتى لو نعرف برضو مش إحنا المناطين بالإعلان عن مثل هذه الأمور لكن في كل أحوال أنا يعني غرض من الخبر ده أن أنا طبمن حضراتكم أن الناس شغالة في الأهلي وعارفين إزاي إنه لو في أي سلبيات نعالجها وإزاي نقدر نطور من ألاء الفرقة وإزاي نقدر نسعيد دور الأبطال أفريقيا وحنستعيدها بإذن الله الموسم الجديد فكلها أمور مهمة تعالى بقى نروح للترند المحلي وبالتحديد نشوف آخر وأبرز الأخبار وبالتحديد اللي بيتعلق بمنتخبنا الوطني ده الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكورة القدم واللي قال سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غانا كله عمل المسحة والحمد لله كل العناصر مسحاتهم سلبية في معادة الشناوي لما عمل مسحة جديدة برضو لسه مستمرة إيجابية للأسف فإن شاء الله نتمنى للشناوي الشفاء العجل باستثناء الشناوي كل جاهز لمبارات بكرة بإذن الله إن شاء الله يعملوا مطش كبير بالمناسبة يعني بعد دقائق بعد دقائق سيكون فيه مؤتمر صحفي الكابتن إهاب جلالي الحديث عن هذه المبارات المصر اليوم محسنوا على فيسبوك قال لك تغيير مفائج لحكم مبارات غينيا ومصر بكرة طبعا ده بسبب الحكم الأساسي اللي هو جيرسون أو عفوا اللي هو هيلدر مارتينيس جاله كورونا فبالتالي حكم من مرشيوس اسمه أحمد امتياز هو اللي حيدير مبارات الغد أمام غينيا بالنسبة لمنتخبنا الوطن طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا وفقرات الحلقة يلا أهلا بحضركم من جديد خلينا نشوف الترند العالمي وأبرز الأمور والأحداث العالمية ونبتدي بحساب الجول على تويتر واللي أكد على لسان وكيل أعمال محمود حسن تريزيجينيج من المصري المميز المتعلق دائما إن ما فيش أي اتفاق أو توقيع حصل ما بين تريزيجين مع باشكتاش ونبارح كان خرج بعض الأخبار وتقارير اللي قالت إن يعني باشكتاش خلاص هيشتري تريزيجين من أستون فيلا لأن خلاص تريزيجين خلص الأعارة بتاعته مع فريق باشاك شهير التركي من أستون فيلا بالتالي رجع لفريقه في إنجلترا بالتالي مفاوضات شغلة من بعض الفرق وده اللي أكده كريستيان إيميل الوكيل أعمال محمود حسن تريزيجي وأكد إن ما فيش أي اتفاق حصل مع باشكتاش نتمنى التريزيجي كل إيه توفيق هل منستقرب شوية أستون فيلا وقرارهم في عدم يعني اعتماد على التريزيجي في الفترة الجاية لكن هم واضح إنه ما عندهم سياسة معينة أو عندهم قرارات معينة بخصوص تدعيم في مراكز بشكل قوي وجيررد طبعا مدير الفني هنشوف إلا حيحصل وارد برضو نكمل هنشوف يعني مانشستر ينايتد وحسابهم على تويتر وبتكلموا على إن كريستيانو رونالدو حصل على جائزة لعب الموسم في مانشستر ينايتد بتصويت الجمهور لمرة الرابعة في تاريخه موسم 2003-2004 موسم 2006-2007 2007-2008 و2021-2022 مين ما يعمل كده غير رونالدو يعني لو رونالدو ما عملش كده ما حدش يعمل كده فده طبيعي أرقام رونالدو ما بتخلص بصراحة يعني وقال تصريح عجبني أول مبارح ولا أول قال لك أنا ما بجريش ولا أرقام دو الأرقام هي اللي بتجري وراي فعجة غريبة أو بصراحة يعني طيب خلينا نروح لحساب لتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر وبيتكلم على إن تصريحات أو ده نفقني خبر يا جماعة كتب آه طيب اتحاد الأوروبي بيعتذر فيه للجماهير وده اللي قدام حضراتكم على الشاشة اللي يعني خاضت أو شهادت تجربة المراوعة في نهائي دوري أبطال أوروبا كما أنهم سيكونون بتعايين مراجع مستقل أو مراجع مستقل لكتابة تقرير شامل عن الأحداث لتخذ القرارات المنازمة يعني بقى تأذروا على التأخير اللي حصل المتش 36 دي أو أعمال الشغب اللي حصلت وبناء على اعتقال بعض الأشخاص وبصراحة كان منظر مؤسف أنا كنت بشوف أنها فديحة كبيرة جدا للأتحاد الأوروبي طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقة ويبقى تعلق بتوقعتكم من تشكيل منتخبنا بكرة إن شاء الله مصطفى قال لك أبو جبل بعد إصابة الشناوي أكيد محمد حمدي الوينش عبد المنعم لو جاهز عبد المنعم مش جاهز أنا مستغرب أن عبد المنعم ليه مرجعش الأهلي طيب مش جاهز وأيمن أشرف مكرا عبد المنعم لو مش حابه جاهز وعمر كمال السلية النيني صلاح أفشات ريزجي أحمد عاطف فيعني ده أبرز توقع كنت حابة أخذ توقعات أكثر من كده لكن للأسف في الوقت مش بيسعفنا دايما لكن أكيد بنبقى سعادة بتواصل حضراتكم معنا دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند اللي هي سيلاقي دينا المزيد وغدا كل جديد حالة جديد من نفس البرنمج وسلمنا سلام